هاي سباية اهلا سهلا فيكم في فيديو جديد على قناتي هذا الفيديو طبعا متل ما شفت بالعنوان رح جاوبكم على اكتر اسئلة بتيجيني على موقع امازون نحن نحكي بس عن موقع امازون كل الاسئلة اللي اجتني خلال من اول ما افتحت القناة طبعا انتو كل الاتكم تعرفوني انا كتير بشتري من امازون وكتير باعتمد عليه بكتير قصص فهلا رح نعرف كل هدول المعلومات خلال الفيديو في فيديو تعني رح ينزل هذا ما رح يكون يعني بيوم محدد او بساعة محددين ممكن حتى نزله اليوم بعد هذا الفيديو هو طريقة انه نسجل بموقع امازون وكيف نشتري من موقع امازون يعني ما هطلع انا بس بس يكون اما من التليفون او من اللابتوب يعني تصوير على التليفون او تصوير على اللابتوب كيف طريقة الشراء فهلا يلي حابيعرف كل هاي المعلومات وكيف نشتغل على الامازون وشو نعمل بالامازون وكل هدول الشغلات يكمل الفيديو الاخير قبل ما بلش بالفيديو متل عادة هتنستعمل سبسكريب القناة اللي هو زر الاحماية تحت الفيديو اعملوا لايك للفيديو اعملوا لو شير اذا حبيتو ولا تنسوا تابعوني على الانستغرام حسرا كتير عم نزل شغلات مهمة ومفيدة وهلا انا وياكم بلشين دايت جديد احيكون اتوقع فقط على الانستغرام لنشوف لسه ما بعرف المهم تابعوني على الانستغرام رح يكون باخر الفيديو وتحت بصندوق الوصف بعد كل هذا الحكي طبعا يلا خلونا نبليش شو هو موقع امازون هو موقع امازون للعالم اللي لسه ما بتعرفه وبتوقع ابدا ما في عالم لسه ما بتعرفه هو موقع تسوق يعني بتشتري منه بيوصلك ع البيت يمكن هو او فعليا هو عن جد اكبر موقع موجود بالعالم كله يعتموا بس لا بالعالم العربي ولا بأميركا ولا بأي مكان تاني بس هو عن جد اكبر موقع ممكن تلاقوا عليه كل شي بتكونيه يعني من اشياء الميكوب الاشياء البيت حتى اشياء السوبر ماركت وصار فيه كمان شي اسمه امازون فرش طبع الخضرة والاكل وهايك صو بتلاقوا عليه كل شي بتكونيه وانا تقريبا بعتمدى عليه حرفيا بكتير كتير شغلات وخصوصي الاشياء الكترونية طبعات البيت قبل ما بلش احكي كل الاسئلة اللي اجتني اول شغلية كل بلد الى امازون خاص فيها يعني لما انا هاحط اللينك الى امازون اللي تحت رح يكون هو اللينك امازون اللي بأميركا فانت بالبلد اللي انت فيها تكتبه على جوجل مثلا امازون البلد اللي انت فيها بيقوم بيطلع لك اللينك طبعا كتير منتجات تكون هي بتوصل على اميركا بس ما تكون بتوصل لعندكم باللينك طبع امازون المخصص للبلد تبعك هذا السؤال كتير ايجاني انه هل امازون عنده دفع كاش او الدفع عند الاستلام صراحة هون باميركا ابدا ابدا ما في هذا الابشن ما في انه يوصلك شي من امازون تدفعي لهم على الباب لانه هنا بيوصلوا الغرض بيحطوه على الباب و بيروحوا دورتي كتير انه بكل البلاد التانية لقيت بس الامارات بلد الامارات ممكن هذا الوحيد انه تشتروا اونلاين و يوصل على البيت و تم عملية تدفع عند البيت و حسرا لازم يكون دولار يعني فقط فيكن تدفعوا دولار و كاش لازم اتوقع او فيزا كارد و توقع يمكن غلبون عم يقبلوا بس الفيزا كارد سوى بس بموقع بموقع الامارات او 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 اذا كنت عايشة بالامارات فيك تدفعي كاش لما تستلمي الغرض و كمان بنفس الوقت مو كل المنتجات عليها دفع كاش فانت عم تشتري اذا انا افترض ان انا هلا عايشة في دبي رح افتح على امازون الموجود في دبي لما بدي اشتري المنتج رح يكون مكتوب تحت خيارات انه بدك لما تستلمي بغض او نفس المنتجات بعد مخصصات ليس مثل امازون لينيعتمد على Psychpine يبسون انه محلات صينية ك Jesse منهم على امريكي منهم على حالات تقليد منهم على حالات تقليد كيف تعرفوا التقليد من الأصلية؟ أول شيء أنت تكون في اسم المنتج يجب أن يبيع على الامازون يجب أن يكتب اسم المنتج حسب ما هو مكتوب عليه لا سيقول لك مثلا أنا اشتريت هذا الفراشي من Real Technique إذا تذهب على الامازون يوجد كثير من فراشي نفس هذا النوعية بس هدول الفراشية اللي هنن صنع شركة Real Technique مكتوب عليها من هون Real Technique عرفتوا شو قصدي؟ ومحطوطة بالباكيج الأصلي تابعون بس هدول بس هذا المنظر مثلا بدون الكتابة هذا الشكل موجود على امازون بشكل كتير كبير بس نحنا بنعرف انه هذا مو أصلي لأنه ما له مكتوب عليه لا اسم الشركة والباكيجين كمان مو موضحة بالصورة لهيك نحنا ممنقدر نعرف امازون لازم يحط اللوغو ويحط يعني شعار الشركة واسم الشركة تماما مثل مو مكتوب على الغرض هلا في اسئلة يجتني انه اذا انا بكندا او انا باميركا ويوصي على بيروت او مصر او لبنان او انه فيني يوصي عليه من برات المكان اللي انا عايشة فيه طبعا كتير شي سهل ممكن كتير انه انه انت انا قاعدة مثلا باميركا بدي ابعت شغلة لشخص مثلا مفطلت ببيروت او دبي او بشي مكان تاني بس بغير اعدادات البرنامج اللي عندي بفتح على امازون يلي بوصي اللي عندن وبشتري منه طبعا بيكون في شي اسمه جمارك او نحنا عنا باميركا هذا شي اسمه تاكس ضريبة فهون بتدفعي تاكس وكمان اذا بدك تبعتي الهني لازم كمان تدفعي كل شي جمارك وضريبة اتوقع واتوقع فيه كمان الشيبينج اللي هو يعني التوصيل اجرة التوصيل فلازم بتدفعي كل هدول الشغلات ومفروض كتير تحطي العنوان صحيح 100% لحتى يوصل الغرض للشخص يعني انت بتكتبعتي له اياك بس كتير شي طبيعي انك انت تبعتي من برا ويستلموها هنيك ما بتفرق يعني هنا امازون ما بتفرق معهم مين اللي عم يشتري المهم يكون في حساب بالبنك في حدا يستلم الغرض وهير اجتني اسئلة عن الشغل على موقع امازون طبعا الشغل على موقع امازون فيه كتير شغلات نحنا ممكن نساوية بدون ما نكون نحنا بنشتغل او يعني بنشتغل مع الشركة حصرا انه مثلا ما منقدم امبليكيشن وما منقدم هندول الشغلات فيه شي اسمه امازون ميرش امازون ميرش هو تصميم انت بتعملي تصميم اما عالكنزات عالكاسات بتعملي تصميم يعني اللي بدك ياه بترسمي اللي بدك ياه ينطبع عليه وبتحطي لتبيعيه على الامازون وطبعا انت ما بتعملي شي بالبيت هاي حلاوة تشغل على الامازون انه انت ما بتعملي اي شي بالبيت بس عليكي تعملي التصميم وتبعتيلهم ياه وهنن بيتبعوه على الكنزة لما الشخص يعمل امازون يعني نفترض اوكي انت بعتتي تصاميمك على امازون ونقاتي كل تصميم على اي كنزات بدك ياه هتنعرض بحطوه هنه على الموقع انا جيت كانه انا كستمر يعني بدي اشتري منا الموقع سو رح روح نقي مثلا هاي الكنزة هنه ما بيكونوا اردي مصنعينه هنه بدوني ياخدوا الكنزة يطبعوا عليها الرسمة وبعتولي اياها وبتاخدي انت اتوقع نسبة والامازون نسبة هلا هذا الشي انا ما ليمجربته انا ما ليش اطرب التصميم صراحة وهيه فاذا حبيتوا انه اتوسع كثير بهذا الموضوع اكتبوه لتحت في التعليقات وان شاء الله بنعمل عنه فيديو كامل لحاله الهلا البزنس عن algo neque انا عملته على الامازون انا ما عملي عملل اص chorзы او amazon associates team هذا الامازون student تور او محلي على الامازون متل ما انا بيكون احيانا شريكوا اللينك تبعي علي الامازون حادة انا بحط فيه برادكت هو SteveSmogaron thoseました او انا عملت صفحة وبحط فيه كل شي انا عجبني بيضيفوه على هي الصفحة لحتى انتو لما بتكون تشتروهوا شي شغله وتشوفوا مثلاً شو الشغلات اللي أنا بستخدمها بتروحوا بس على صفحتي على الأمازون بتلاقوا كل شي أنا بشتريه من هناك. بس هدول الغرض أنا ما ببيعه وما باخد نسبة مبيعات يعني مثلاً ما باخد مثلاً عشرة بالمية ولا خمستاش بالمية إذا بعد كم قطعة أو شي لا أبداً هي نسبة على إذا مثلاً أنت فتحتي اللينك تبعي اشتريتي غرض من اللينك تبعي ممكن أخذ مثلاً خمسة بالمية أو لحدود العشرة بالمية هيك أنا اللي بعرفه من خمسة بالمية لحدود من أي شي بتشتري من اللينك تبعي. يعني هذا تقريباً ما يعتبر شغل أنا ما باعتمد عليه أبداً أصلاً أنا دائما بحطكم لينك لأمازون بس مشان تشوفوا يعني أنا لقيتها هي أسهل طريقة لحتى أنتم تشوفوا شو كل المنتجات اللي أنا بنصح فيها من شركة أمازون وشو كل شي أنا بشتريه أو كل شي عندي من شركة أمازون. طيب ممكن يكون منتجين من شركة أصلية ومسلاً نفترض هذول الفراشي الميكي أيضاً دائماً سأعطيكم هذول الفراشي الميكياج أنا عم بيعة عملت عليها دين مثلاً عم بيعة بعشرة دولار أوكي بيجي شخص ثاني كمان عنده نفس فراشي الميكياج وبيحطه بسعر أقل فأنا عم يسأله ليش كل شخص بيحط أو ليش ممكن نلاقي أسعار يعني نفس المنتج بس بأسعار مختلفة هلا لأنه هو protests على الشخص يعني هنا اللي عم يبيع على الأمازون هي مو بس شركة أمازون. اللي عم يبيع على الأمازون هي أشخاص كتير عادية يعني ممكن أنا افتح محل على الأمازون وجيب بيحط بطاعة هكي مثل أي شي بالديعي يعني وبيعوا على الأمازون. ممكن أنا حط بأسعار أرخص من العالم الثاني اللي هي حاطة على الأمازون. كمان هذا الشغل تاني ممكن تشتغلوه أنه الابضاع اللي عندكن او بتكون تجيبوا بضاعه وتحطوه على الامازون بتبيعوا منه وبيكون الربح كامل لالكن بتوقع يمكن امازون بياخد كتير نسبة بسيطة من المبيعات لما بتبيعوا عليه هذا هو السبب انه ممكن تلاقوا المنتج نفسه بس بي اكتر من سعر اسمه امازون برايم شو هذا الامازون برايم؟ امازون برايم هو خاصية بتدفع عليها اما بالسنة 119 دولار او بالشهر 12 دولار و 29 سنت هذا باميركا صراحة مبراة اميركا ما عندي كثير فكرة ما معرفة اذا فيه امازون برايم براة اميركا ما بتوقع حسب كراتي يعني المواقع اللي كاتب عن موقع امازون عن الدول العربية ماح لقيت حدا كاتب انه في عنده برايم برا بس كمان شيكوا انتو بالبلد اللي انتو فيها بالامازون اللي انتو عندكم هلا هاي الخاصية شو بتعمل بتفعيلها كل شهر او بتتفعيلها مرة واحدة بالسنة هاي الخاصية بتعطيكي عروض كتير كبيرة تكون بموقع أمازون يعني فيه مثلا بموقع أمازون فيه شيء اسمه بتلاقوا مكتوب عليه كلمة برايم أزرق وبتلاقوا أغلب الأحيان يلي عنده البرايم أزرق بيكون سعره أرخص من منتج تاني يعني هاي مثلا نفترض كمان مرة ثانية هاي الفرشاية أنا عم بيعه وشخص تاني عم بيعه أنا عم بيعه لكل العالم بنفس السعر الشخص التاني عم يبيع لكل العالم بغير سعر بس للي عنده برايم يلي مشترك بأمازون برايم بيكون إله سعر مخصص حتى يشتري هاي الشغلة هلا هذا الشيء وكمان الامازون برايم شو إله خاصية تانية إنه دائما دائما توصيل تبعه بيكون كتير سريع يعني خلال يومين خلال 3 أيام خلال 4 أيام هيك يعني ما بيطول أبدا أبدا وخاصة إذا شتريتي لغراض يلي مكتوب عليها برايم بيكون يعني توصيل تبعه كتير سريع يعني أنا ممكن كتير أحيانا إني أنا أشتري شغلة اليوم وتوصلني بكرة بغض النظر هي بأي بلد أو هي وين كانت أو مين عم يبيع أحب بموقع أمازون لخصركن ياها بسبع سبع شغلات سبع شغلات هي عن جد كتير حلوة وكتير كتير مهمة لقيلي أنا كأنه أنا شخص بيشتري كتير من المواقع أونلاين وهيك المهم أول شغلة أنه عن جد عن جد أنا بحصه هذا الموقع هو أصدق موقع موجود على الكرة الأرضية حقك ما بضيع فيه أبدا يعني أنا أفترض وصلك غرض مو عجبك ومنزوع أو فيه أي شغلة ممكن كتير اللي هي تأخذنا على الخاصية الثانية أنه تبتصلي فيهم تليفون وتحكي لهم أنه أنت شو المشاكل اللي صارت معك مع هذا الغرض وهنا نرجع لكها بطريقة كتير كتير سهلة وكتير بسيطة الاتصال اللي عندهم هو 24 ساعة طبعا هذا غير المواقع التانية المواقع التانية ما بتوقع فيك تحكي فيه تليفون مع أي شخص أما أمازون بتحكي معهم بتقول لهم شو اسمك شو رقم الأوردر وهنا بيشوفوا كل شي وممكن كتير يرجعوا لك يا وممكن كتير مثلا يعرضوا عليك عروض تانية لحتى يا أما تخلي الغرض عندك يا أما ترجعيهم وتستبدليه بشي تاني بس كتير كتير بساعدوا العالم اللي بتتصل فيهم على التليفون هذا الخاصية اللي بعدها إنه هو كتير بيعمل عروض يعني أحيانا العروض طبعيته بتكون أرخص بكتير كتير كتير من المحلات يعني المكياج مثلا لنفترض أرخص مكان تشتروا منه مكياج بأمريكا هو والمارت أحيانا تقريبا أغلب الأحيان بيكون أمازون أرخص من والمارت من المكياج اللي أنا بدي أشتريه مثلا أنا فراشي المكياج هذول الريال تكنيك بيشتريهم من أمازون بشي بسيط بس يعني أنه بيضل أرخص وبتصل عندي على البناء كتير أحيانا ممكن تلاقوا عليه كوبونات ممكن أنتوا تستخدموها يعني مو بس لأنه اللي عنده برايم أي حدا ممكن نشوف عليه كوبونات ويستخدمها يعني أنت مثلا لأيتي المنتج بدك تشتريه فتحتي بيكتبوا لك أنه إذا بتشتري مثلا اثنين بنعطيك كوبون كذا أو إذا بتشتري واحد بهذا الوقت بنعطيك الكوبون كذا فهي شي خاصية كتير كتير حلوة هاي اللي حعمل عليها فيديو كامل لحالة إن شاء الله بس لقيت طريقة إنه ممكن يكون عندك صندوق بريد أميركي بالبلد اللي أنت عايش فيها بس هاي اللي سا بالإدرسة يعني في شي اسمه برنامج شب أن شب وفي برنامج تاني كمان سمعت عنه هذا شو بتعملي عليه أنت ببلد عربي بتعملي بريد الكتروني صح لا بتعملي صندوق بريد بتعملي صندوق بريد أميركي وبتشتري من أمازون اللي بأميركا وبتوصل عندك هلا هذا حسب ما فهمته بس أنا إن شاء الله هذا الموضوع هدرسه أكتر إذا أنتو أجعبا لكم أني أحكي لكم عن هذا الموضوع كتبوا لي تحت التعليقات وإن شاء الله بتدرسه أكتر يعني لحتى أفهمه ولازم جربه قبل ما أحكي لكم عنه لازم جربه مع أحدا عايش بشي بلد عربي لحتى أقدر أحكي لكم كيف بيشتغل وكيف ممكن تستفيدوا من هاي الخاصية وهيك منكم وصلنا نهاية الفيديو هذا كان كل شيء اليوم إن شاء الله تكونوا حبيتوا إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا طبعا إذا عنكم أي سؤال تاني غير اللي أنا حكيته بخلال الفيديو اكتبوا ليها تحت بالتعليقات ولا تنستعملوا لايك للفيديو تعملوا شير إذا حبيتوا وتعملوا سبسكرايب للقناة وتابعوني على الإنستغرام انتظروا الفيديو التاني إن شاء الله اليوم أو بكرة هذا هيك يعني حينزل بس رح تصور لكم كيف طريقة نعمل أكاونت على الأمازون وكيف نشتري من موقع أمازون أحبكم كتير كتير وإن شاء الله شوفكم بالفيديو جاي باي